اكثر فيديوهات يتفرجوا فيهم جمعة كاملة هما فيديوهاتك شيخ مئات الالاف وسبوعين يتابعوك ويتابعو الأخبار وغيره منوارنا وربي فضلك بالأمطار بالدنيا يقول جيتنا نحب نشكرك شكر خاص بالحق مع انت في الانضباط وفي الكلمة وتجي بكل تلقائية وتطوع يعطيك صحة وربي فضلك وان شاء الله ربي يبرك لك الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله في الحقيقة هذا اقل واجب يقوم بيها نقولش الداعية كل مسلم انه يبذل النصيحة لاخوانه ما استطاع الى ذلك سبيله وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا الله به قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ربي كتب اجركم خويا نوفل فيها الفقرة الطيبة وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا اسباب باش نبلغوا كلمة خير تصل للقلوب وتكون سباب تاع صلاح واصلاح في البلاد هذه ان شاء الله باش نحكي فاما كلمة تتقال عليك موبرشة شيوخة وكذا حقاني ويقول كلمة الحق ما يجملش يخي فاما شيوخة تجامل هو ربي سبحانه وتعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله انسان كي يتكلم خاصة في دين الله عز وجل يعلم انه يوقع عن الله كل كلمة بحسابه قدمها الطريقة ذاي فيه اجر كبير اجر عظيم وربي سبحانه وتعالى وعدنا بثواب كبير في الدعوة قدمهو فيه يعني مطبات وفيه اشياء خطيرة خاصة انه الانسان لا قدر الله يفتري على الله الكذب او يتكلم في دين الله بغير علم او انه يجامل او ينافق من اجل حظوة من الدنيا ويشتري بآيات الله ثمنا قليلة نسأل الله الثبات والقبول والاخلاص وانه ربي استعملنا في البلاغ عنه والدلالة اليه ايه امان الشيخ مواطن يسأل فيك يو كنتفرج كين فين فيقنا بالشيخ يجامل ولا ما يجاملش مش يقوله وجهة نظر وفما مذهب وفما معتا كيفين فرقنا بين شيخ هو سبحان الله كلام الحق عليه نور النور هذا شنوه النور فكالآيات التي يستدل بها القرآن ربي سبحانه وتعالى نزل علينا القرآن العظيم هذاك اللي تنجم تميز به بين الحق والباطل ثم الحديث النبوي الشريف ثم اقوال سادتنا ومشيخنا من العلماء من كبار علماء الامة اذا كانت تقول ايه ثم تقول حديث ثم تأتي بتفسير للائمة الاعلام قال مالك قال الشافعي يولي كلامك واضح للناس الكل انه هذا هو الحق يعني الامة هذه لا تجتمع على ظلالة قال لا تجتمع امتي على ظلالة قال ومن يشاقق الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة فالحق ابلج قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الحق يبدأ واضح تعرف اللي نافق واللي جامل واللي يتكلم بشير ذي ربي سبحانه وتعالى هذاك هو الصدق اذا كان الامام ما تكلمش بصدق ولا الداعية ولا المسلم رو في سعى الناس تعرف حقيقته في سعى يتخشف لا بش نعطيك مواطن بسيط ومثلا شيخ يفتير ولا يهزو الاثنية خاطئ او هو تبع الذنب على المواطن ولا على الشيخ ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم ذا كان الانسان على نيتوس ما عالم عنده فيه ثقة لانه هذا الامر دين كما قيل فاعرفوا عمن تأخذون دينكم جيش انت الانسان مش من اهل الاختصاص وما هوش شهود له بالعلم وما عندوش تزكيات من المشايخ ومن العلماء ما هوش حافظ قرآن ما هوش حافظ حديث ثم انت بيش تاخذ منه دينك لا هذا يمشي خوض عنده الفلسفة كان عنده الفلسفة تعلمها من عنده اما الدين خوضها من اهله خوضه من اهله وإلا انت سما خطأت الطريق وهنا يتتحسب اما وقت اللي يتقلد عالم مشهود له بالعلم واخذيت الفتوى بتاعه ان شاء الله نقوله من قلد عالما لقي الله سالما ان شاء الله وجيتنا من الساحل وفهم برشة امطار وان شاء الله رب يرحمنا رب يرحمنا ويجيتنا من فهمه ان شاء الله بركات وخيرات ونخليلي كلمة البداية ما نعرش في الخطبة متاعك اليوم ولا شنو الموضوع اللي تحب تحكي فيه من اللول والله من نجموش اليوم ما نحكيوش على قايد المقاومة وهذا اللي حكيت عليه اليوم في الخطبة حينما تكون الاحداث قاسية والجراح مؤلمة ما احوجنا الى ان نستمع لهذا النداء الرباني ينعم وهو حابيت نعطيك بتاتر معلومة الخبار جاينا انه استشهده وهو يضرب هذا هو الدرس اليوم من اللي فينا في الخطبة وهو يجاهد لاخر لحظة في حياته استشهد رحمه الله تعالى يعني ميت وصلح في يده انعم وتقبله الله في الشهداء ان شاء الله يا رب اعطانا درس وقدمنا درسه هو حيه وميت هو وعظة كبيرة اليوم للقلوب كيفاش الرجل هذا كان سيد المقاومة ومع ذلك في الصفوف الاولى واسلاحه في يده ومات وبضربه في الرأس في الجبين يعني مقبل غير مدبر ومتكع على أريكته كما عاش في الصور سبحان الله هذا كأنه رب سبحانه وتعالى اراد ان يضع له البشرة في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل ولا نزكي على الله أحد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة رأو الصهاينة كان بإمكانهم أن يجردوه من سلاحه وأن يأخذوه إلى نفق من الأنفاق ويضع حوله أحسن الطعام وشراب ودولارات ويصوره للناس يقولون له هذا قائد المقاومة هذا قائد تفان الأقصى انظر كيف كان يعيش لكن أبا الله عز وجل إلا أن تتسرب السور من اللحظات الأولى ونرى قائد المقاومة وهو في الصفوف الأمامية ما عندوش حراسة خاصة في آخر لحظة يرمي بعصاها بيده يرمي بها الطائرة التي جاءت لي يعني تكمل عملية القتل والاغتيال في آخر لحظة يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها يقول القائل الساعة قامت والشبس كورت والنجوم انكدرت وحدث يوم القيامة ويقول بتغرس فسيلة أخي باش تاكل منها أنت لا باش يعلمنا المطلوب منك العمل هو الآخر رمق وآخر لحظة اتمنى أنه يموت شهيد ويلقى الله في ساحة الوغاء وكتب الله له ما أراد نسأل الله أن يتقبله في الشهداء وسائر شهداء الأم احنا أقبل يومين قصة الشهداء واللينا نسمعها كأن احنا أقبل يومين كنا نحتفلوا بعيد الجلال هؤلاء شهداء رهم ماتوا في قتال المستعمر كما قاعدين يموتوا إخواننا اليوم في قتال الصهاينة نسأل الله أن ينصر جنود الإسلام وأن يمكن للمسلمين